قرعت صحفة البلاط المغربي من جديد طبول حرب وهمية بين الجزائر والمغرب حيث خصصت المجلة الأسبوعية المغربية واسعة الانتشار ماروك إبدو ناطق بالفرنسية والمقربة من عرش العاهل المغربي محمد السادس خصصت ملفا استفزازيا احتوى على جملة من الأكاذيب والافتراءات بحق الجزائر تابع في تقرير أحمد حفصي ماروك إبدو تحاملت على الجزائر وروجت لمعلومات عارية من الصحة حول القدرات العسكرية للجزائر أين قالت أن الجزائر خصصت 16 مليار دولار سنة 2012 لاقتناء عتاد عسكري متطور تمهيدا لشن حرب شاملة على المغرب متهمة الجزائر بجر المغرب لمستنقع السباق نحو التسلح فعن أي حرب يتحدث عملاء عرش المملكة المغربية الأسبوعية المغربية تفننت في تعداد نقاط قوة الجيش الوطني الشعبي متحدثة عن ما أسمته اختلال موازين القوى بين الجزائر والرباط في السنوات الأخيرة والأدهى أنها نصحت المملكة المغربية بضرورة التأهب استعدادا لحرب طويلة المدى فأجندة وأولويات النظام المغربي المهووس فقط بسياسة التوسع على حساب الجيران بحاجة إلى مراجعة والبداية التفكير في استعادة سبتة وامدلة من الإسبان